قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورش رايحة حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الكهنوت بين الرسالة والوظيفة وقد أثر الحلقة الاتصالي مع الإرشمندريد نادر سووك كاهن رعية جبل عمان للروم الملكي الكاثولي حيث قدمت له الدكتورة السمعان التهنئة بمناسبة بالذكرى الثلاثين لرسامته الكهنوتية وكذلك اتصال آخر مع البرنامج من الدكتور جلال فاخوري الذي ميز كيف يكون الكاهن في علاقة فردية مع الله ومع كافة أفراد المجتمع فإلى هنا كلمة وظيفة في إلها مفهوم في إلها مفهوم كلمة وظيفة إلها مفهوم سلبي وإلها مفهوم إيجابي المفهوم الإيجابي اللي قلنا إنه الله خصص مش كل الدنيا كانوا 12 تلميذ هذولة خصصهم وهم بلشوا يعني في أساس انطلقهم منه هاي الوظيفة بنحكي عنها ولكن أن لا تتحول رسالة الكهنوت إلى وظيفة أنا بداوم من الثمانية للثنتين بعد الثنتين ممنوع حدا يدقع بأطفي موبايل وبسكر على حالي ممنوع حدا أنا بداوم من هالقدي لهالقدي أنا معاشي هالقدي بأخذه بأخذه بأخذي خدمي هالقدي زي أي وظيفة بالدنيا قد ما بأخذ معاش كل ما بزيد معاشك بتزيد مهامك إذا تحول الكهنوت من هذه الرسالة السامية رسالة يسوع المسيح إلى وظيفة بأعتاش منها زي ما حكت أختنا قبل قليل أنه الكهن من حقه ولكن أن لا يكون أحسن من الناس اللي عايش معهم طبعا مثل ما تعرفوا أنه الكهنوت المسيحي منه مهنة ليس مهنة ولا وظيفة بل هو خدمة روحية ورسالة مقدسة وتكريس مطلق لله تعالى من هذا المنطلق أنه فيه بعدين في حياة الكهن البعد الأول أنه الكهن المكرس لله يصبح ملكا للمسيح أي لا يعود يمتلك نفسه بل يمتلكه الرب يسوع المسيح الكهن الأذلي وبالتالي يصبح الكهن مسيحا آخر أي يصنع ما صنع السيد المسيح في حياته بأنه كان يشول في المدن والقرى يصنع خيرا وكما ضح السيد المسيح بذاته على الطليل لأجل خلاصنا علي أنا ككهن مكرس لله وعلى كل كهن أن يضحي لأجل خلاص النفوس أما البعد الثاني لحياة الكهن يمكننا أن نقول مثل ما بتعرفوا بأن الخدمة الكهنوتية شو هدف الخدمة الكهنوتية مجد الله وخلاص النفوس أن الروحية التي تعطى للكهن من الشعب هي روحية التقدير والاحترام لما يحمل هذا الكهن من روح داخلية هي الروح القدس لأنه أصلا هو لما بيرسم بيرسم باسم الروح القدس باسم المسيح وبالتالي أن هذه الخاصية على الشعب أن يحترمها على الشعب أن يفهمها أن يفهم ما معنى كهن ولماذا وظيفة الكهن للشعب وبالتالي على الشعب أن إذا كانوا بيروح للكنيسة فهو بيروح للكنيسة من ناحية وبروح للكهن أيضا من ناحية أخرى فلما بيتقى للكهن أو لا سمح الله بيصير له شيء المفروض أن الشعب يفكر في هذه الروحية اللي كان يحملها الكاهن المعين أنت ككاهن صاحب رسالة وأيضا أعطيت لك هذه الرسالة من علو يعني لمحلوا للروح القدس وعطاها هذا السلطان في إنه ما يحلوا في الأرض يحلوا في السماء وتغفروا على الأرض يغفر في السماء وهذا الروح القدس الذي يعمل فيه داخلكم هذا بدنا نحن نحترمه فبشر أنه أنت إلك سلطة وسلطان وهذا السلطان الأعطي إلك من الأسقف ومن السماء أعطي لك هذا بدك تحافظ عليه بدك تحافظ على هذه الصورة التي أعطيت لك لأنه خطأك مضاعف لكن أنت بتعرف التوازن كيف تظهر أمام الناس من خلال رسالتك وكيف تظهر أمام الناس من خلال وظيفتك أنت ليس ملك نفسك أنت ملك الشعب أنت ملك الناس فأنت بدك ترضي الناس بدك تخدم الناس بدك تكون للناس حتى لو أنت بتلاقي عملك سبب حجر عطرة أمام الناس بدك تتخلى عن هذا العمل اللي بتكون فيه عساس أنه تكون أمام الناس بمنظور يقدروا ويحترموا السر ويحترموا الروح القدس فيك ككاهن التخلي مش معناته أنه تخلي عن حرية أو التخلي عن شيء أنت متعلق فيه التخلي معناته أنت متى أو في اللحظة التي رسمت بها كاهن أنت أصبحت ملكا للشعب هايك بشوف الشعب الكاهن المتخلي عن ذاته المتخلي عن نفسه من أجل رعيته من أجل الناس المتألمة مثل ما ربنا مثل يسوع المسيح بذل نفسه وذاته على الصليب وماته من أجل الناس